وعلى ذكر بقى طبعا البطولة يعني نروح لبطولة العاصمة وبطولة مصر وخطف منتخب كرواتيا الأضواء بقيادة المخضرم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأضواء خلال معسكر والحالي في مصر وقامت اليوم بعثت منتخب كرواتيا بزيارة الأهرامات على هامش معسكرهم ويخود منتخب كرواتيا فعليات كأس العاصمة الإدارية الودية المقامة في مصر ضمن سلسلة فيفا التي تنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم وكانت أهلت كرواتيا إلى نهائي البطولة الودية عقب فوزها على تونس بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي وطبعا استمرارا للحديث عن منتخبنا وافق منتخب مصر بقيادة التوأم حسين وابراهيم حسن على سفر أحمد حجازي طبعا قائد المنتخب إلى السعودية بسبب ظرف أسري طارق لتواجد عائلته في السعودية كما تم الاتفاق بين جهاز منتخب مصر وأحمد حجازي في حالة انتهاء الظرف الأسري الطارق واستقرار الأمور الأسرية أن ينضم اللاعب لمعسكر المنتخب في إطار الاستعدادات لمباراة كرواتيا المقرر إقامتها في العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل في نهاية بطولة كأس عاصمة مصر الخبر اللي جاي يهم ناس كتير جدا عن طبعا اللاعب أحمد رفعت كشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر تفاصيل تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت لعب الفريق خلال الساعات الأخيرة وقال المصدر أن اللاعب يتحسن بمرور الوقت وهذا ما أظهرته نتائج الأشعة الأخيرة التي تم إجراؤها على الرئة وأضاف المصدر أن أحمد رفعت ينتظر قرار الطباء في رفع جهاز الغسيل التنشيتي للكلة خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما طبعا استعاد ذاكرته بنسبة كبيرة هو كان يا نورهان كمان في كلام بس ده تلاحقيق أنه هو كان فقد الذاكرة بشكل جزئي بالزبط حتى أول خبر اللي معانا بأنه هو استعاد ذاكرته موضوع كبير قوي يعني الأسف لا لا بس أعيزي أقولك أنا كنت هناك من يومين الحمد لله الأمور نسمت يعني فاق والدنيا يعني أفضل يعني أنا مشوفتوش ولكن الدنيا أفضل كتير جدا جدا من الأول وهو ده اللي يهم الناس إنه الحمد لله الأمور جيدة ربنا يا أهم بالسلامة قد يكون عنده بعض الأمور اللي قد تحدث خلال الفئو لكن الحمد لله قول نقول يعني لما تخش المفتشفى وتسألي الدكاترة يعني يطمنوا شوي إصابات الملاعب عندكو برضو كانت مش سهلة يعني في كتير من اللعيبة إصابات الملاعب دي دي وتعتبر إصابة هي حاجة طبعا تفكرنا شوي طبعا بالراحل عبدالوهاي بس الحمد لله أنها كانت سليمة على الفارق يعني بس حاجة متكررة برضو بتحصل بشكل يعني وإن كانت على سنوات بعيدة شوي لكن بتحصل ده بيبقى إيه يعني برضو السبب بحد دوقتي احنا مش فاهمينه قوي هل فعلا بزنسبة البروتينات اللي أخدها ولا عشان الصيام يعني محدش كان عارف السبب الرئيسي حتى هذه اللحظة ولا ضغط واطي بس اللاعبين من وجهة نظري يجب أن يكون هناك دايما كشف دوري على اللاعبين كل إن شاء الله تلات شهور طبعا يجب أن يحدث هذا الأمر لأنه لن تصل للموضوع إيه اللي حصل ده لعيب كرة بيلعب كل يوم وبيتمرن كل يوم بيعمل كل حاجة مهما كانت الأمور ما تزعليش مني يعني أنا بفكر فيها كده إيه اللي حصل عشان يحصل له كده أكيد يعني ما نمش ما هو عادي يعني مش قصدي حاجة ولكن متكررة يعني آه يعني في ناس كتيرة ما بتنامشي وبتلعب من شاط على فكرة يعني آه فيعني أنا واحد من الناس دي كنت كده يعني ما كنتش بنام فممكن جدا لكن هي اللي بيحصل محدش هيعرف خلي بالي ممم محدش هيبقى عارفه لكن أنا من وجهة نظري يجب أن يكون هناك كشف دوري على كل لعيب الدوري الممتاز ودوري الدرجة من كل نادي من حق كل نادي إن هو يكشف على لعيبته كل تلات شهور كشف دوري لكل هذه الأمور عشان ما يحصلش مثل هذا الأمر مرة تاني في رأي حضرك التدخل الطبي للواقع كان كان في معاده يعني سريع يعني تم تدارف الموقف بصي من ناحيتي أنا اللي أنا سمعته أنه في مثل هذه الأمور يجب أن يكون هناك جهاز للصدمات جاهز ويكون حد عليه يستطيع أن هو يعمل هذا الأمر هل ده كان موجود ولا لأ واضح أنه ما كانش موجود من الأسس بس تالي إجابة كده واضح لما نشوف إيه اللي حيحصل إيه لأن يثبت العكس إيه لأن يثبت العكس بالزبط كده صحيح نروح بقى لأخبارنا وعالميا أفادت تقارير صحفية إسبانية أن البولندي روبرت ليفاندوبسكي لعب برشلونة رفض عرضا جديدا من الدوري السعودي وكانت هناك محاولات للحصول على خدمات ليفاندوبسكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المهاجم البولندي رفض الأمر ووفقا لصحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية فإن ريبرت ليفاندوبسكي تلقى عرضا جديدا من أحد الأندية السعودية بقيمة 100 مليون يورو أوليل أرقام ما قدرس وقتكم خالص يكونش نسمع الأرقام دي زمان يا دوية مليون يورو تسمع الأرقام دي كافتين ممكن وقتهم يسمعوا ألف يورو عشان كده احنا بنا خش في اللي بعد ونروح للخبر بعد كده معنا النادي بايرد ميونيخ أعلن عودة الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق من معسكر المنتخب الإنجليزي مبكرا بسبب معاناته من الإصابة وكان هاري كين غاب عن منتخب إنجلترا في مواجهة البرازيل والتي انتهت بخسارة الأسود الثلاثة بنتيجة 1-0 وأصدر النادي البافاري بيانا رسميا يؤكد خلاله عودة هاري كين مبكرا إلى صفوف الفريق لمواصلة تعافي في ميونيخ واستمرارا أيضا لحديثنا وأخبارنا العالمية يعني بيدرس الاتحاد الأوروبي بيدرس ويمكن كان فيه قرار أقرب لأنه يعود جمهور نادي ليفربول اللي حضر نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس وكانت بعد طبعا تأجلت بداية مباراة ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 لحوة 36 دقيقة وده طبعا كان في ملعب دي فرانس بسبب أزمة تعلقت بدخول الألاف من مشجيعي الريدز للملعب وقد أطلقت الشرطة الفرنسية وقتها الغاز المسيل للدموع على المشجعين خارج الملعب في مشهد كاد يؤدي إلى حدوث وفيات علق الإيطالي كارلو أنشلوتي مدرب ريال مدريد على انتقال كلام بابي مهاجم باريس سانجرما إلى صفوف فريقه خلال الموسم المقبل ورغم عدم الإعلان الرسمي لكن التقارير الوردة من فرنسا وإسبانيا تؤكد حسم ريال مدريد التعاقد مع بابي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد خمسة سنوات في صفقة انتقال حر ورد أنشلوتي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا على سؤال حول مدى الإضافة التي سيضعها مبابي على ريال مدريد في الموسم المقبل مؤكدا أن النادي هو الأهم سبعنا بقلنا شكور على الموضوع ما يتعطيه ورايح فيه لا سنين والله سنين بعد بيس جين عنده عروض الدوري السعودي وبعد كذبوا الموضوع قال لك هو مكمل لغاية انتهاء المدة وبعد كده كان نتوقع جدا ريال مدريد بس أنا أعتقد أن هي صفقة نجحة جدا نجحة وهو مبابي ولد سنه صغير معروف أنه كان من أحلامه أنه هو ينتقل إلى ريال مدريد ممكن حتى كان فيه صور كتير قوي كان الميديا كانت بتنقل صور قدت وكان معلق فيها كل صور نجوم ريال مدريد فهو كان طول الوقت بيصرح أنه من أحلامه أنه هو يتواجد من صفوف ريال مدريد أحلامنا كلنا الحقيقة وآخر أخبارنا اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية بباريس 20-24 أزاحت السطار عن الزي الرسمي للمتطوعين في مؤتمر خاص في أولمبيات باريس 20-24 وكشفت عن مجموعة من الأزياء التي سيرتديها هؤلاء وتحتوي على قميص مقلم وسراويل وجوارب وقبعة شمسية وسيكون زي المتطوعين مستوحى من ملابس البحرية الفرنسية تكريماً لهم حيث سيرتدون ملابس ذات خلفية فيروزية اللون عليها خطوط سوداء وهو ما يمثل الشكل الأبرز ضمن 15 عنصراً في أزياء المتطوعين طبعاً دي كده خلصت أخبارنا وطبعاً سعيدة جداً أنا موجودة معك كابتن سلام وسعيدة جداً موجودة معك أنا هون شكراً ومتميزة كالعادة نورهان شكرك جداً شكراً لك شكراً لك أنشرفتنا ونورتنا وسعيدة جداً بوجودك معنا